اشتركوا في القناة وناس كتيرة بتقول انا يعني في حاجات كتيرة او احلام كتيرة شفتها وما تحقيتش السؤال هو انا ليه الرؤية بتاعتي مش بتتحقق او انا ليه الاحلام اللي بيشوفها ما بتتحقق ان شاء الله اخواني اعزائي طبعا السؤال ده مهم جدا لكل الناس اللي مهتمية بموضوع الاحلام وبتشوف احلام او بتشوف رموز او بتشوف علامات كتيرة جدا في المنام وطبعا العلامات دي سواء كان علامات مبشرة او علامات تدل على زواج او تدل على رزق او تدل على مال فطبعا الناس كتيرة بتشوف العلامات دي ولكن ما فيش حاجة بتتحقق فطبعا احنا ان شاء الله هنجاوب على السؤال ده في الفيديو بس قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احب اعلكوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع الفيديوهات باستمرار ولو حد عنده حلم وحابب يفصره ما ينساش اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنرد عليه في اسرع وقت طبعا زي ما انتم عارفين ان قناتنا مهتمية بموضوع الرموز والعلامات اللي بتظهر في المنام وبنحاول نستخرج العلامات والرموز دي وانفصرها ان شاء الله انها يعني بتكون حاجات كويسة جدا وبتكون خير ان شاء الله ولكن في اشخاص كتير جدا بعتت لنا في التعليقات ان هي شافت جميع العلامات اللي بنتكلم عليها وخاصة العلامات المبشرة وطبعا ما فيش حاجة اتحققت اول حاجة اخواني اعزائي احبا ولهلكم ان تحقيق الرؤية ده بيد ربنا سبحانه وتعالى محدش ليه دخل فيه وطبعا مش شرط انك تشوف رؤية ولازم الرؤية دي تتحقق فكتير من الاحلام انها بتبقى حديث نفس ولكن الشخص مثلا ما بيبقاش عارف ان دي حديث نفس وان دي اضغاص احلام وقليل جدا انك تشوف رؤية صادقة والرؤية الصادقة لها علامات ولها اشارات معينة يعني فلازم تبقى واخد بالك من الحتة دي يعني مثلا واحد شاف رؤية في الصبح عادي كده قبل ما يقوم من النوم لا هي ما عاد مثلا قبل الفجر ولا حاجة ويجي الصبح يعاوز ان رؤية تتحقق وشخص تاني يبقى شاف رؤية في المنام وطبعا هو مش فاكر ايه الرؤية ولا فاكر تفاصيل الرؤية ويقول اه انا شفت العلامات وطبعا الرؤية ما تحققتش اه يا اخوانا الرؤية الصادقة عموما اللي هي تنتظر ان هي تتحقق دي لها شروط كتيرة جدا اه اهم الشروط دي ان هي تكون في وقت من الاوقات اللي هي اه يعني الرؤية فيها تحقق باذن الله زي مثلا وقت السلس الاخير من الليل اللي هو قبل الفجر مثلا فطبعا دي رؤية ان شاء الله هتتحقق اما لو انت شفت رؤية مثلا في اوقات مختلفة فطبعا الرؤية ممكن تكون حديث نفس او بسبب ضغوط عندك او بعض الاشياء اللي انت بتفكر فيها كتير يبقى كده اخوان الاعزاء اللي شوف رؤية ويستبشر بها خير او شاف علامات مهمة في المنام وحس ان العلامات دي في خير من وراها فطبعا ان ان شاء الله ربنا هيكرمه بس طبعا بعد ما تقوم من النوم تصلي ركعتين لله وتدعي ربنا ان ربنا يرزقك الخير ان شاء الله وتخرج صدقة ليه الكلام ده يعني دي حاجة كده ان انت مثلا بنفسك ان الحلم اللي انت شفته او الرؤية اللي انت شفتها انها تتحقق فانت يعني الصدقة حاجة جميلة جدا وطبعا الصدقة لها فوايد كتيرة جدا اه سواء ان شفت رؤية او مش شفتش رؤية اه الصدقة عموما يعني بتفتح طريق اه كبير جدا وبتفتح الابواب المغلقة وطبعا اه في كلام حلو جدا عن الصدقة اه يعني اللي عنده امنية من ربنا سبحانه وتعالى اخرج صدقة وان شاء الله هتتحقق باذن الله طيب اه ايضا اه موعد تحقيق الرؤية موعد تحقيق الرؤية اخوان العزاء مش مرتبط بوقت معين ممكن واحد يعني بيشوف الرؤية يقوم الصبح تلا يتحققت وفي واحد اه بعد فترة وفي واحد بعد اه سنين واعوام يعني ما تستعجلش على شيء انت شفته في المنام وانك اه لازم تحصل عليه سيدنا يوسف عليه السلام اه شاف الرؤية بتاعته وتحققت بعد اربعين سنة يعني محدش يستعجل ومحدش يقول الحاجات دي اياتي مسلا ملهاش لازمة ولا حاجة لا انت اصبر واستغفر ربنا واطلب الخير من الله سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا هيوقف كل واحد للخير بازن الله شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته